أرواح وأرواح وألغ بينها قول ظهور الأشباح وعلمنا على جسال نبينا أن الأرواح جنود مجندا وما تعرف منها إتبر وما تناكر منها اختلف وأشهد الله إله إلا الله وهده لا شريك له وأن محمد عبده الله مستطاع ولكافة الخط أرسله والصلاة والسلام على من آخر بين المحاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعين بإنسان إلى يوم الجين أما بعد يا أيها النم سلطة الله قد تقوا وراقبوا المراقبة تجاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر العمور مهدغاتها وكل بجئة الضلالة وكل ضلالة في الناس وقال تعالى إنما المؤمنون إخواتهم فأصلحوا بين عكوينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يدخر قوم من قوم عسيئة أن يكونوا خيرا منهم ولا نزعوا من نساء عسيئة أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمروا أنفسكم لا تناردوا بالألقاف بيسا العثم الفصوق بعد الإيمان ومن لم يتوفوا لا يدهموا الظالمون يا أيها الذين آمنوا سنروا كثيرا من الظن إن بعض الظن إسم ولا تجسسوا ولا يدخب بعضكم بعضا حيعبوا أهجبوا أن يأكل لحماته ميسا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم وفي صحيح ذن خزينة عدن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الفجر فقال يا أيها الناس فإن الله تعالى قد أذهب عنكم قدية الجاهلية وفخرها يا أيها الناس الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجروا الشقيهم هجنوا على الله ثم نلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى واجعلناكم شعوبا وطبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وروا حمد في مسندي أن أبي نظرة أنه قال حدثني من شهد خطبس النبي صلى الله عليه وسلم أبينا وهو على بعين يقول ولا تجعبه ولا يبع بعضكم على بي بعضه وقلوا إباد الله إخوانا المسلم عقل المسلم لا يظلمه ولا يحفره ولا يخضوه أتقوا ها هنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره لذا بحسب مريح من الشرد أن يحفر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضوه وقد قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان وانعلم ما توصوص به نفسه وانعنى أقرب إليه من حبل الوريد ليتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الله لديه رقيب عزيز وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيق وانفك جصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نص ما أسائق وشهيد لقد كنت في رولة المعادة فكشمناك إلاك وخذك اليوم حديد ولقد قالت يا إنسان وكلنا ذلك الإنسان أن الناس يوم القيامة سنفان سنف مقرب مصان وآخر مبعد مهان سنف جنعا لهم الرغائب والآمال وجيلا لهم الأرائب والكلات والأسرة والحجال وصنف أقدر لهم السلاسل والأقلال والأرائب والأسلال وضعوب الأهوال والأنكال ولم تدرني أي صفين عنه ولا في أي فريقين كل وأخرج البخاري في صحيحه أن أليم كما مرض الله تعالى وجوه رفاه أنه قال إن أكوا ما أكاب عليهم من إتباه الهواء وطول الأمل أما إتباه الهواء فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينس الآخرة ألا فإن الدنيا قد ارتحلت مقبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبرة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغده حساب ولا عمل الحفظ لله الذي أمرنا بالتقوى والتقائي الوسيلة وحظنا على طلد الدرجة الرفيئة لهو الحظيلة أمرنا عمرا بداع فيه بنفسه وذلنا بملايكة قبصه والذل المؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفة لنبي وتكريما إن الله وملايكة هو صبر على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وصلموا تسليما ورواع نسو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة وفي روايتي من صلى علي عشرة صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى علي ألفا ورحمت كففو الكفي على باب الجنة لعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي الشكرا تجدو ذلك إن الله هو حيرا وعا وماجرا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صلي على صلينا محمد عبدك ورسولك النبي اللومي اللهم صلي على صلينا محمد ألفاته لما أوله والخواتم لما صبر ناصر الحق بالحق والهدي إلى صرابك المستقيم والأهالي حق قدري وانقداري العظيم وردي الله عن صحابته وخلفائه الراشدين الهدين المهتدين أفضل ديك الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وأنت راجع أهل الجنة أب ناطقي بالصلاة شهيد المحراب أبي حفظ سيدنا أمر بن الخطاب وأدموا فك الأموال في رضا الرحمن أبي أبد الله سيدنا أثمان بن عفان وأمباب مدينة العلب ليس بني غالب أبي الحفن سيدنا علي بن عبي طالب وأنت ستة البابية لا زالت إلى الأولارات ياه اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذوا المنخذل المسلمين اللهم هذا من كان في هلاكه راهة المسلمين ودمر آداء الدين واكتب السلامة والعاجعة لجميع المسلمين ونجلنا من كل بلاء وذراء وبلاء وطارن وظنم ووضاء طهر من زمي ذلك بلدنا أخوة الصلاة وملاد المسلمين على الله وانفر لنا والوالدين ولأشياخنا ولما صبقنا جديما وللمؤمنين والأمونات والمسلمين والمسلمات الأحيان والأموات اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا واحشو أننا من البلاء ما لا يشوف غيره اللهم افرد عنا ما تصيرنا محمد اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا واحشو أننا من البلاء ما لا يشوف غيره اللهم افرد عنا ما تصيرنا محمد اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا واحشو أننا من البلاء ما لا يشوف غيره اللهم افرد عنا ما تصيرنا محمد إباد الله إن الله يأمر بالعسل والإسان وإيثار ذرقل به وإنهان الفشاة والمنكر والبارد أعظكم لأنكم تذبكرون أقول قوليها الله على تغفير الله لي ودكم قموا إلى ثلاثكم الحمدين وحمكم الله